الرجل بيأكل بدنجان بجلوا ثلاث شهور أقول له عام لأيه؟ قل لي نشكر الله وإحنا الأكل بيزيد جميعً مننا وبينلمه نرميه في الزبالة ياريت بنتضيه الجطة ولا الكلب ما بندههش لحد بنرميه في الزبالة وأقول لك عام لأيه؟ أوعد قل لي نشكر الله أوعد عندما دي أسأل واحد أقول له عام لأيه؟ قل لي نشكر الله ما الغالبان اللي مش لجي يأكل بيقول نشكر الله انت المفروض تعمل نشكر الله تشلك واحد على كتفك كده وتقول ده شغلتي ده انا نكشف عليه ونصرف عليه ونجوز بناته ودي شغلتي هنشحط علشانه هنشحط ونمدي ايدي للقريب والغريب عشان اودي للغلبان ده لكن عشان الدنيا بطولها وعرضها ما احنا محتاجين فوق طيب هو هتفكر انه ربنا في الابدية هيلم ويرمي جوه لا ده هيجلب في جدة كل واحد فينا يا ترى مين حس بالبناء ده ومين ما حسش احنا مسكين بس في كلمة العشور ابو نا انا بدفع العشور مين جلك موضوع العشور ده ده نص الحقيقة ده مش الحقيقة الكاملة نص الحقيقة ادفع العشور ده من البداية خال عارفين هبيل زمان اول في البدايات الخليجة راح جدم زبيحة وربنا اجبلها ايه رأيك نوح واخد سبعة في الفلك من كل حاجة واول ما طلع جدم زبيحة وربنا اجبلها ابراهيم جلب ورايا في الكتاب وراجع لما مصدقش الكلام راجع في الكتاب تلاقي اللي بقولك علي ده حقيقة ابراهيم يقولك عشر كل ما لديه وده كان راجل اعمال كبير اوي وغني جوي جوي عشر كل حاجة ودفع العشور لملكي صادق كهن الله العلي دفع العشور في ملاخي بقى نهى الامر وقال لهم سرقتموني وقلتوا متى سرقناك سلبتموني وقلتوا متى سلبناك سلبتموني في العشور والتقدمة هاتوا العشور وجربوني ونفتح لكم كوة من السماء وفيد عليكم خيرات حتى تقولوا كفانا كفانا ده من الجديم بيقولك ادفع العشور لكن احنا يا حبيبي في العهد الجديد ندفع ايه عينيني يعلم الله ما بيجاوبوش ليه في الجديم قال لهم ادفع العشور ودفعوا طب في العهد الجديد تعال كده بص في العهد الجديد في العهد الجديد ربنا ادنا ايه ادنا جسد ودمه ناكل من جسد ونشرب من دمه ادنا ملكوت لكل واحد فينا وحياة أبدية ادنا روح قدس جوا مننا باستمرار يبكتني على كل خطية ويقود حياتي ويعلمني ويرشدني وينصحني ويفهمني كل العطايا اللي دهاني ربنا فلما جاجف قدام ربنا يقولي ايه كل من سألك اعطي لو حد عاوز منك الرداء ادي له ايه السوب ايضا يعني لو عايز التلفيحة ادي له كمان يا رايس ايه اللي على الجاكة والدهوله ادي له ادي باستمرار للغلبان على جد ما تقدر كله متسجل في السماء يا رايس تعال اسمع كده وعزة الجدسة بونا لجا صدروس عن موضوع العطاء ده طلع ايات من الكتاب تقول انه اللي يدي ويحس بالبناء ده ويتوب ربنا يغفر له خطايا بايات من الكتاب المقدس قلت يا بوي ده الموضوع طلع مهم جوي ايوة ادي وحس بالاخر تتفتح ليك كوة من السماء ويفيد عليك خيرات ابونا في الدير في خلوة ومروح عد علينا يوم الجمعة اللي جاب يوم الخميس اللي جاب للرفاع على طول وجال لي يا بونا بكرة اخر جداس جاب لسيام ما يبدأ وعندي تلاتين واحد غلبان النفس اديهم تلاتين فرخة مفيش حد من حبيبك تبعثني ليه قلت له لا تعالى لنا ندهم لك انا يا رائي تعالى فتحت وديته التلاتين فرخة ابونا اللي معايا قال لي يا ابونا يعني احنا من جلة الغلابة اللي عندنا يا ابونا هو احنا ملاحجين عن اللي عندنا ما يشيل شلته قلت له معلش المفوض كنت ارجع لك قبل ما اعمل كده قال لي لا العفو يا ابونا ما فيش مشكلة خلاص بس انا عامل حساب يعني بكرة وبعده عايزين نوزع للناس واللي عندنا قليل نحمل ايه قلت له انا عارف يعني انت بسست في الفرخة اللي هاكلها قبل ما اصوم ولا ايه تاخد الفرخة اللي هاكلها انا يعني ماكيد يعني ربنا ايه 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 تولى الكل يعني تليفون يرني يقول لي يا ابونا معلش نتعبك مقر دير العذرة اخميم في الخطط بجنب منكو تبقى تروح بكرة تستلم تلتمية فرخة للغلابة يا ابونا معلش قلت له شوف ربنا ضرب في عشرة ادينا يا ابونا تلاتين فرخة للغلابة اللي عندو دم ربنا بعدينا بالتلتمية عشان الغلابة اللي عندنا الشغل مع ربنا حلو يا ولاد شكرا لكم